نسبة الشفاء يعني مين بيقدر فعلا يعدي من الكرسى دي ومين بيقع فيها الشفاء من الإدمان أو التعافي من الإدمان أمر ممكن ممكن جدا جدا وناس كثيرة بتتعافى ناس كثيرة ممكن ألاف القصص أحكيها لحضرتك عن الناس اللي تعافي لكن الإرادة وحدها لا تكفي يعني أحيانا بسبب فقدان السيطرة أنه مش قادر يسيطر على المادة المخدرة اللي أخدها فضلا عن حدوث يعني لخبطة أو كوجنتف امبيرمنت أو حدوث مشاكل في الوظائف العقلية العليا مش قادر ياخد قرار فأحيانا أن الأهل ياخدوا القرار بالنيابة عنه ويودوه للعلاج بعد فترة هو حيبقى ممتن لهم وشايف ده أفضل قرار أهله خدوه لي يعني إذا الأهل لو شافوا أنه ابنهم محتاج ده لازم ياخدوه طبعا والقانون العلاج نفسه المادة 13 بتقول لو فيه تدهور وشيك أو لو فيه على صحته أو فيه أزلي أو للآخرين يعني يجوز أن يتم إجباره على العلاج أو إرغامه على العلاج لأنه فقد السيطرة على المادة اللي هو بياخدها فضلا أنه ممكن يكون بموت نفسه مئات المرات في اليوم بيأذي كل اللي حوله طيب مجتمع أفضل ببيئة صحية أحسن بحاجة جميلة أفلام مثلا زي حد زي محمد صلاح لما عمل فيلم ضد المخدرات وهو مثل حلو هذه الأمثلة ممكن بجد تؤثر في شاب لسه بيجرب وتمنعه تماما وتخليه فوق لنفسه يعني إحنا محتاجين لهذه التوعية بجانب التوعية طبعا الصحية هذه الأمثلة قد إيه ممكن بجد تدي وقايا وتحمي ده حقيقي يحضرني مثل في التسعينات كانوا خايفين من تأثير جون ترافولتا عشان هو كان محبوب عند المراهقين وكان ساعتها هو بيجاهر قوي بحتة أنه بيشرب مريوانا دلوقتي الموضوع خلاص بإيليجل كان ساعتها شيء خايفين على المراهقين عشان تأثيروا عنهم نفس الكلام دلوقتي لما حد يكون نموذج ناجح وبيحق أسكور عالف الحياة وبيحق أهداف كثيرة فبيبقى هو نموذج السحي فعلى الأزر سايد برضي نفس الكلام لما يكون نموذج زي كده يعني سيء أو أنه هو مثلا كذا ده حيخلي ناس كتير تقلده ولما يكون حد صالح ونموذج ملهم للناس والشباب وبالذات المراهقين حيكون ملهم لهم جدا ويكون سبب أنهم مهم آخر حاجة إدمان الأدوية يعني أدوية بنسمع أدوية معينة وحاجات معينة وأدوية الناس تاخدها تتداوى بيها مثلا من أمراض إنفلوانزة وكحة وحاجات كده يعني هي برضو بتقع في نفس الجدول ده ده حقيقي وده نوع موصوف علميا اسمه Medical Prescribed Medications وده كرسة في أمريكا بسبب المواد الأفيونية اللي كانت موصوفة واللي كانت شركات الأدوية وكانت دكاترة بيكتبوها لدرجة مات في أمريكا 500 ألف خلال العشرين سنة الفاتوا بسبب الأدوية الموصوفة طبية فهي كرسة معروفة ومنتشرة في العالم كله ومصنفة علميا الشباب الصغير لو مشي كل يوم نص ساعة في اليوم تعملوا وقايا؟ آه طبعا لو مشي لو مارس رياضة لو راح مكتبة لو اندمك في أي نشاط بالتأكيد تعملوا وقايا لو اشتغل في الصيف آه طبعا اشتغل في البيت حيبقى مسؤول حيبقى ما عندوش وقت إنه هو أصلا يجرب الحاجات دي حيبقى طول الوقت مشغول أهداف أحسن وأكتر كمان لو فيه كمبيتشن في الدراسة والمدرسة بتسمح بده وإنه هو يتفوق وهو زميله ونفسه بعض يعني تطلع الطاقة فيه أمور طبعية قنوات شرعية للطاقة أنا بشكرك شكرا جزيلا